اشتركوا في القناة ومن تجرأ على ترك أوامر الله وتجرأ على فعل نواهيه فقد أراد بنفسه وبأهله وبماله الشر لأن الله رب العالمين حفظ الإنسان بهذا الدين فإذا ما استقام المرء عليه فقد أراد أن يحفظ نفسه وماله وعرضه ووطنه وإذا لم يستقم عليه فقد فتح الباب لهتك عرضه ونهب ماله وضياع نفسه وعلم أن الله رب العالمين ما أمرك وحدك وإنما أمر العالم كله كما أمرك وأن الله رب العالمين لم ينهك وحدك وإنما نهى العالم كله قبل أن ينهى فإذا ما تجرأت على نهيه فإنك الداع إلى ضلالة والذي يدعو إلى ضلالة عليه إثمها وإثم من صار عليها إلى يوم القيام والذي دعا إلى هدى فله أجر ذلك الهدى وأجر من اتبعه إلى يوم القيام فمن أراد أن يحافظ على نفسه فليحافظ على دينه لأن الله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظ من استدان بهذا الدين تكفل الله رب العالمين بحفظ من دان بهذا الدين فقال سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمن واعلم عبد الله أن العالم في هذه الآونة على بركان لا يضرى متى ينفجر صراعات عالمية صراعات محلية صراعات بين الأخ وأخيه صراعات بين الزوج وزوجه صراعات بين العامل وصاحب العمل هذه الصراعات تأول في المنتهى إلى حلول العقوبة فيعاقب الله رب العالمين المخالفين الذين ترقوا أمره وتجرأوا على نهيه فترى فقرا وترى مرضا وترى ظلما وترى جورا وترى خيانة وترى آثاما من لا يعلم منتهاها إلا الله رب العالمين وإنما نراه اليوم في واقع الناس إن دل فإنما يدل على أن الناس ببعدة عن هذا الدين إن دل فإنما يدل أننا لا نحكم دين الله رب العالمين لا في عباداتنا ولا في معاملاتنا ولا في أخلاقنا وسلوكنا ففي صورة النور يأمر الله رب العالمين بغض الأبصار يأمر بغض الأبصار للرجال والنساء يأمر الله عز وجل بحفظ الفروج يأمر الله رب العالمين بالعفة وحينما تسير في شارع من الشوارع يندى لك الجبي يأسف المرء لما يراه من تلك المخالفات أين غيرة الأب على ابنته أين غيرة الزوج على زوجته أين غيرة الأخ على أخته أهانت علينا أعراضنا أهانت علينا نساؤنا أهانت علينا بناتنا إن المرأة حين تخرج يستشرفها الشيطان يزينها في قلوب الناظري ثم بعد ذلك نقول لماذا هتكت الأعراض لماذا فجر بالنساء إننا نحن الذين تسببنا في ذلك لقد أثرنا الغرائز الكامنة في النفوس الهادئة لقد أثرنا الغرائز الكامنة عند أولئك الشباب الذين عصرنا عليهم الزواج ولم نحفظ عليهم فروجه وإنما أخرجنا النساء كاسيات عاريات قلنا انظروا إلى هذه المفاتن وانظروا إلى هذه الشهوات وإياكم أن تقتربوا إليه أهذا عقل وأنزل عقابه وأنزل عذابه اتقوا الله في نسائكم لا تخرجوهن سافرات لا تخرجوهن عاريات اتقوا الله رب العالمين فإن الحجاب فإن الحجاب فريضة مفروضة إن الحجاب شريعة مشروعة إن الحجاب سنة متبعة لا يقول النقائل الحجاب طرف من الدين أو أن الحجاب على حسب ما يطراء لبنات المسلمين واجب على الأبي أن يلزم ابنته بارتداء الحجاب وواجب على الزوج أن لا يسمح لزوجه أن تخرج بلا حجاب وواجب على الأخ أن يذكر أخته وأن ينصحها وأن يقول لها اتق الله فإنك إذا ما خرجتي هكذا لعنتك الملائكة ولعنك الله من فوق سبع سماوات بل إن البهائم العجماوات وإن الأحجار الساكنات لتلعن المتبرجات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لعنوهن فإنهن ملعونات عباد الله إن الله رب العالمين يغار على دينه ويغار على عباده وإن الله رب العالمين يغضب وإذا غضب الله أنزل عذابه وإذا غضب الله أنزل عقابه والأيام حبلا لا يضرى ما الذي ستلده صراعات عالمية لا يضرى ما تأول إليه وحينما ينزل الصراع ينزل الله العقوبة على المخالفين نعاقب في بيوتنا ونعاقب في أرزاقنا ونعاقب في أبداننا فاتقوا الله وتوبوا إلى الله قبل نزول العزاب أوبوا إلى الله رب العالمين قبل أن ينزل علينا العقاب فاللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا للمشاهدة